دقى رئيس مستشارية الأمن القومي العراقي قاسم الأعراجي ناقص خطر التماهل الدولي في تحمل مسؤولية الخطر الذي يمثله مواطنهم الإرهابيين على العراق والميطقة وشددان على وجوب التعامل الجدي لتفكيك هذه القنبلة الموقوطة داخل سجون سوريا وقال الأعراجي في حسابه على تويتر شددنا خلال لقائنا أمس مع النيتو واليوم مع صفراء الدنمارك والنروج والسويد على ضرورة قيام الدول محاكمة عايها من الدواعش في بلدانهم وهم أكثر من عشرة آلاف إرهابي تابعين لأكثر من خمسين دولة وأضاف أن هؤلاء الإرهابيين متواجدين حاليا في سجون قسد بالحسكة الشمال شرق سوريا مشيرا إلى أنهم يشكلون تهديدا حقيقيا للمتاق والعالم فيما لازال الخبراء يحاضرون من خطر بقع عشرات الإرهابيين خارج سيطرة قسد بعد فرارهم إلى المناطق الحدودية مع العراق